اخيرا ولأول مرة في تاريخه الرياضي يهبط فريق الهلال بورسودان من الدور السوداني الممتاز لكرة القدم بعد تعادله اليابي بهدف اللوكلين امام ضيفه الاتحاد مدني في اللقاء الذي جرت فعالياته باستاذ بورسودان لقاء شهد تراجعا كبيرا لمستوى هلال الساحل خروج الهلال جلب له صخطا كبيرا من القائدة الرياضية بولاية البحر الاحمر التي تابعت اللقاء باستاذ المدينة وبحسب محللين فان اسباب الهبوط تعود الى اخطاء كثيرة وقع فيها خطي الوسط والدفاع اخطاء فنية اخرى صاحبة التنفيذ الصحيح لخطة المدرب التي وضعها من تغيير الافراد الفريق في الشغط الثاني للمباراة بجانب الاداء الذي وصف بالمتواضع لللاعبين اللاعبين مجدين عزوا حقه كان هم يكونوا يكملوا في الهيوم يعملوا مسلس في المغدمة ويعملوا موازنة في خط الوسط وموازنة في الدفاع ما ادوا المباراة بالصورة المطلوبة فعشان كده يعني تلقى انه يعني ادام الهيوم ما كان بالصورة المطلوبة الهلال كان هو امل الولاي الوحيد في المحافظة على بقائه في ديربي التنافس الممتاز خاصة بعد خروج حي العرب والمريخ لكن الهلال الذي حافظ على مستواه في الولاي طوال عمر المنافسة يحتاج لمراجعة شاملة نحن نتوقع خروج فريق كبير مثل هلال الساحل من هذه المنافسة فريق عريق كانت له بصمات واضحة وما شهدناه داخل هذا الاستاذ بعد خروج حي العرب يؤكد بأن هناك خلل ماء في الرياضة داخل هذه المدينة ومن هنا ناشد كل المسؤولين من الرياضة بهذه الولاية لمراجعة ما حدث وتكرار هذا المراجعة ما حدث حتى يقفوا على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى خروج حي العرب برسودان من الدوري التاهيلي وخروج الهلال برسودان أيضا من بطولة الدوري الممتاز تبقى الصنوات القادمات كفلة بان يشهد هلال الساحل مزيدا من المعالجات الفنية والإدارية حتى يعودوا للدرجة الممتازة من جديد صديق السيد البشير الشروق ولاية البحر الأحمر بورسودان